اهلا بكم في النشرة الثقافية تطلق هيئة البحرين للثقافة والأثار الموسم الثالث لبرنامج الأثار الصغير ما بين الرابع من نوفمبر وحتى التاسع والعشرين من فبراير بالتعاون مع وزارة الداخلية ومشاركة مجموعة من المدارس الحكومية والخاصة حيث ستستضيف عدة مواقع أثرية بالمملكة ورش عمل وأنشطة موجهة للأطفال ويهدف البرنامج إلى رفع وعي الأجيال الصاعدة في البحرين حول القيمة التاريخية للقطع الأثرية التي توجد في المواقع الثقافية ويقوم الأطفال بشكل أساسي وبتوجيهات المشرفين على ممارسة مهارات التنقيب من خلال البحث عن نماذج من قطع أثرية مخبأة تحت الأرض مسبقا بالموقع وتعريفهم على مجالات أثرية أخرى مثل أساسيات الترميم والحفظ مع توفير معلومات مبسطة عن تاريخ بعض القطع الأثرية المشهورة في البحرين وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور سلمان المحاري مدير إدارة الأثار والمتاحف بهيئة البحرين للثقافة والأثار مرحبا بك دكتور في النشرة الثقافية وأهلك أن تحدثنا عن استعداداتكم لبرنامج أثار الصغير في موسمه الثالث يا مرحبا بيكم يا هلو سهل نحن مبادرة فعالية الأثار الصغير بعد النجاح المميز اللي حققته خلال الموسمين السابقين نستعد الآن للمرحلة الثالثة أو الموسم الثالث لهذه المبادرة اللي تهدف بشكل أساسي للتعريف أبنائنا وبناتنا بتاريخ وعراقة حضارة مملكة البحرين مما يعزز لديهم الروح الوطنية ومشاعر الانتماء لمملكة البحرين وتاريخها العريق الآن نحن في الموسم الثالث لهذه الفعالية يعني أرى كله تباشير خير إن شاء الله إلى الآن تم تحديد ما يقارب 22 فعالية في الجدول اللي موجود عندنا تجل فيها ما يقارب 1150 طفل وذلك بالتعاون مع مؤسسات تعليمية وأهلية ورسمية هذا العدد طبعا قابل للإزداد نحن مازلنا الباب مفتوح وترد إلينا المزيد من الطلبات لتنفيذ هذه الفعاليات في مناطق مختلفة في البحرين وبالذات من قبل المؤسسات التعليمية نحن نحاول كل موسم أن نضيف لمسات جديدة على الأنشطة هذه المرة في هذا الموسم سنضيف نشاط صناعة الفخار بما أن الأواني الفخارية هي أكثر الأواني اكتشافا وشيوحا بين المكتشفات الأثرية ليس فقط في البحرين بس في كل المواقع الأثرية مادة أو الأدوات الفخارية هي الأكثر شيوعا لذا قررنا أن نضيف نشاط ضمن هذه الفعالية هي صناعة الفخار سيتعلم الأطفال كيفية صناعة الأواني الفخارية من تحويل مادة الطين وتشكيلها وتحويلها إلى مادة فخارية صلبة قابلة للاستخدام خلال الحياة اليومية لأنها مادة الطين والفخار هي الأكثر شيوعا واستخداما في الحياة السابقة لدى الناس في العصور السابقة الدكتور سلمان المحاري مدير دارة الأثار والمتاحف بهيئة البحرين للثقافة والأثار شكرا جزيلا لك افتتح سفير جمهورية كوريا لدى مملكة البحرين مهرجان الأفلام الكوري الحادي عشر وسط حضور عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلين مجتمع الدبلوماسي ورجال الأعمال وأصدقاء السفارة ورواد السينما في سينما مجمع السيف وأعرب السفير بهذه المناسبة عن سعادته باستقبال الرواد من مملكة البحرين مشيرا أنه تم اختيار الأفلام هذا العام بعناية لتلبي التوقعات ليشكل علامة فارقة في أنشطة السفارة الكورية في مملكة البحرين ونوها عن دور السينما والدراما الكورية كوسيلة ممتازة لتقديم الثقافة الكورية للعالم بشكل عام والجمهور البحريني بشكل خاص مشيرا إلى أن الأحترام العميق للأسرة والمجتمع وروح الدعابة التي يصورها الترفيه الكوري من أفلام ودراما من أهم الجوانب الثقافية التي تجذب الجماهير يستعد متحف البحرين الوطني لانطلاقة أسبوع الأفلام الفيتنامية والذي يقام ما بين الخامس والثامن من الشهر الجاري ويأتي هذا النشاط ثمرة لجهود التعاون الثنائي ما بين هيئة البحرين للثقافة والأثار والسفارة فيتنام لدى البحرين والسعودية وذلك من أجل تعزيز الروابط الثقافية ما بين البلدين الصديقين هذا ويلقي أسبوع الأفلام الفيتنامية الضوء على جوانب عديدة من المجتمع الفيتنامي وعادته المعيشية عبر أربعة أفلام تتنوع ما بين الدراما والأكشن والكوميديا والرومانسية تستعد وزارة الثقافة السعودية لافتتاح مركز الدرعية لفنون المستقبل كأول مركز في العالم العربي لفنون الوسائط الجديدة نيو ميديا أرتس هذا وعاملت على إنشائه الوزارة مع شركة الدرعية كما أعلنت الوزارة عن فتح باب المشاركة في البرنامج التعليمي الموجه للفنانين الناشئين في مجال فنون الوسائط الجديدة الذي سينفذ في المركز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اختتمت فعاليات المعرض الفني فن مسقط الدولي للعام 2023 في العاصمة العمانية مسقط كما ضم المعرض أكثر من 200 عمل فني لفنانين من داخل سلطنة عمان وخارجها وتميز معرض فن مسقط بتعدد الثقافات لجمعه فنانين من مختلف أنحاء العالم بما في ذلك مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر وغيرها الكثير من الدول من حول العالم وأتاح المعرض لزواره فرصة فريدة للتعمق في الاتجاهات الفنية والإلهام القادم من مختلف القارات اشتركوا في القناة